اشتركوا في القناة افضد شوي واتكلم شوي الحلقات طبعا احتمالية انه صير فيه نوع من انواع التغيير في الايام القادمة لطريقة اللي انتم معتادين عليها شوي في عندي اوضاع ممكن ما اقدر اسجل بنفس الطريقة اللي هي البيوت والشرح المفصل اللي احنا بنحكي فيه فممكن الحلقات تصير مختصرة اه بشكر المتابعين بشكر كل كلام طيب كل دعم منكو كل تعليق كل لايك كل حتى الديس لايك الجماعة هدولا اللي بدخلو بعملوا ديس لايك برضو انا بشكرهم لانه هذا الاشي يعني بحسسني انه فيه انجاز او فيه اشي حتى الحرب الممهنهجة اللي الها تقريبا بحدود العشر ايام او اتناشر يوم اه فيه حرب ممهنهجة انتو مش من تبهن لها طبعا على القناة لانه فيه كثير من التعليقات بتنحذف كثير من التعليقات بتروح اسبام او بتروح على التعليقات المهمة لي بتنشطب لحالها تلقائيا ولكن من كم التعليقات هاي ومن كم الكلام اللي بنكتب فيها والاسلوب اللي باخذ بنفس الطابع بنفس اللغة بنفس الحوار بنفس النص يعني تقول اه واحد اللي كاتب النص للكل باسماء مختلفة على اساس انه يدخلو يحكو نفس الحكي هذا اشي ما بيأثر علي ولا بيهز شعره في راسي اه كلامكو هذا مردود عليكو على الاشخاص اللي اصحاب القنوات طبعا اللي بدهمش يعني اتكلم بهذا الاسلوب او انه انا اكون واضح او شفاف بهذه الطريقة بعلم الفلك وانه هذا العلم لازم يكون فيه ناس بتتكسب منه وبتستفيد منه ويعني لولا اني انا ما عندي ثقة بنفسي ولا كان انا بعمل تحاليل وبعمل اشياء عشان انا اتقاض عليها اجر وانه هاي انت يعني ليش انت داخل معناته انت ما عندك علم وما عندك هذا كليات وهذا الاسلوب ما رح يأثر فيه اه انا ماشي بخطة اه حط دراسي لشيء معين كل فترة احنا منغير ومنعمل تغيير على شيء بالاسلوب او بطريقة الطرح عشان نعلم والحمد لله نسبة كبيرة من الاشخاص اللي بتتابع صارت تعرف ايش يعني تواجد الكواكب شو يعني تأثيرات الكواكب شو يعني الزوايا شو يعني البيوت شو يعني تواجد الكواكب بالبيوت صاروا هم لحالهم يستنتجوا التوقعات قبل ما انا احكيها او يكونوا منتظرين للفترة يعني مخمنين علميا لحالهم هو صار عندهم علم ولكن يعني الاساسيات لهاي العلم اللي احنا منسميها انه صار عندك معلومة واسعة عن العلم او فكرة عن العلم هاي اللي كانت صعبة الحمد لله نسبة كبيرة صار عندها هذا الوعي صارت يعني تروح لحالها تسمع بداية التوقعات تسمع الزوايا الفلكية وتأثيرها تعمل قياسها على برجها يعني هذا الاشي بسعدني وهذا الاشي اللي انا كنت ناوي اعمل من البداية والخطة اللي انا ماشي عليها اللي هي التعليم هي انه انتو كلكوا تصيروا فلكيين وكلكوا تصيروا تعرفوا بالفلك وتحللوا خارطات وتعرفوا الكواكب هاي شو تأثيراتها وما تخلوا حد يستغلكم مين ما كان حتى لو شفت عنده مليون متابع مش معنى عنده رقم معناته هو واو اشي يعني بفهم كثير للأسف الشديد كلهم بدون استثناء الا قل منهم معروفين على الساحة بصفاتهم باشخاصهم من عشرات السنين موجودين هدولا مشهود لهم بالعلم لانهم درسوا اكاديميا وعندهم شهادات وعندهم علم وطوروا حالهم مش الاشخاص اللصوص او المتلصصين اللي دخلوا على مواقع معينة المواقع هاي طبعا في حلقة راح نشرحها ونشرح فيها كيف دخلوا وكيف كانوا يمسحوا جوخ احنا بلغتنا في الاردن لاصحاب الموقع عشان ياخدوا معلومات بعدين اخذوا المقالات واخذوا الكتب واخذوا المخطوطات واخذوا البرامج حتى اللي سواها الموقع هذا اللي هو موقع الحكمة بمعنى اخر وموقع الشامل اجوا اخذوا البرامج هاي ونسبوها لحالهم انه جمع اشتروها هذا برنامج مصمم لا الهم وبعدين طلعوا صار يحكوا بالكلام نفسه اللي انشرح للعموم بدون مقابل على موقع الحكمة اخذوا الكلام حتى الشروحات حتى الاسلوب حتى الجداول الفلكية اللي كانت معمولة في هذا الموقع اخذوها وعرضوها على انهم هم اللي ابتكروا هذا العلم وحتى المخطوطات اخذوها وبعدين قالوا انهم مألفوها ودخلوا في اشياء نصب واحتيال وتزوير واكلوا حق صاحب الموقع طبعا كل اللي دخلوا الموقع قديما من اكثر من 15 سنة بيعرفوا انه هذا الكلام كلامهم وهم اللي اجتهدوا فيه والهم اللي اسسوا هم اللي حطوا العلم بين ايدين الناس عشان يفهموا ايش اساسيات علم الفلك وبعدين طلعت اشخاص تكسبت وتربحت وانكرت عمله وانكرت شغلهم وانكرت اجتهاداتهم رغم انهم مفضوحين يعني مفضوحين بالبرامج اللي بيستخدموها اللي ترجمت هذا الموقع ترجمت الرجال اللي سهروا ليالي في علم البرمج وهم بيشتغلوا في هاي البرامج وبحطوها وبعدين اجوا اخذوها وحطوها فطبعا سعيد لانه هو مطلع على هذا الموضوع وسعيد لانه بيعرف اصحاب موقع الحكمة بيعرف اصحاب موقع الشامل موقع العنقاء اللي هي هاي المواقع كلها اساسا هي مجموعة وحد اللي ادارتها مجموعة وحد اللي عملتها فعشان هو بيعرف في هذا الموضوع واذا بده يحكي بده يفتح اشياء وحقائق فعشان هيك بلش الهجوم قبل ما يصل سعيد للمرحلة هاي اللي هي زي هجوم استباقي على هذا الموضوع فاللي بيجي بقولك انا بالفلك وانا بالجفر وانا بالرمل وانا بالاسقاطات وعلم الحرف وعلم الاوفاق وعلم كله هاد يعني حكي كله سرقة وهدولا شغل الناس اللي قارئين او حافظين بس مش فاهمين يعني بيلفق كلام على كلام وبيجيب لك اياها وبطعن في اي شخص حلل وبطعن في اي واحد ولعن اسب وشتم وفرد عضلات واستنزاف للفلوس ادفع فلوس حتى صاروا مدرسين يعلموا علم الفلك اللي سرقوا صاروا يبعوا للناس يا عمي بدك تتعلم علم الفلك روح ادخلك بالسيرتش على جوجل انت موقع الحكمة تدخل عليه بتلاقي كل اشي انت بدك اياك كاساسيات بتلاقيه موجود اكتب موقع العنقاء بتلاقيه موجود وكل اشي موجود ما في داعي تروح تدفع فلوس ما في داعي تروح على النصابين هدول هدول مش معلمين لا يصلح ويكون معلمين هدول لسه بدهم علم اذا البرامج اللي بيشتغلوا عليها مش عارفين يعملوا اعداداتها مش عارفين يرتبوا اعداداتها يعني لها اعدادات هاي قواعد ثابتة اللي بيجي لحد هسه بيقول لك الدلو تأثيره من زحل واورانوس يعني هادا شو بيفهم في علم الفلك غسر بديطلع بيقول لك ليش ومش زحل واورانوس مش لا الدلو لا الدلو له اورانوس زحل الجدي ما بدخلنش اثنين على بعض يعني فيه اشياء كثيرة احنا لسه ما دخلنا فيها وما اخذنا فيها معلش الفضفضي هاي لانه اكثر من شغلي معي انا صارت حاب افضفض يعني اطلع من اللي جويش مش اني انا ممتنع الي فترة او ساكت الي فترة معناته انا خلص يعني بطلت اهاجم او هذا لا انا الصح صح والغلط غلطه بهمنيش وبهتمش وبكترثش لا ادخن شنب مين ما كان يكون ان شاء الله عنده عشر ملايين واحد رحم الله امرئن عرف قدره نفسه بس هذا اللي انا بعرفه مش غرورا انا هذا بحكي عن واحد اللي يعني انا زلمي اللي اكثر من ثلاثين سنة بين الكتب وبين العلم وبين حتى موقع الحكمة انا استفدت منه انا فيه معلومات انا اخذتها منه وتعلمتها برامجهم انا استخدمتها واستفدت منها العنقاء اخذت منهم وتعلمت منهم واستفدت من اشياء هم طرحوها انا كنت اجهلها يعني استفدت منهم واخذت من علومهم ما بنكر هذا الشيء انا مش علامي هذا العلم ما تورثته من ابوي ولا علم نزل علي ملاك حفظني اياه ولا انا انه بسهر الليل بنهار وانا اقرأ في المخطوطات بنامش انا وانا اقرأ في المخطوطات لا يا عمي هذا كله يتنصب هذا كله فرد عضلات انا في معلومات انا اخذتها انا شرح نظريات بطليموس انا ما كنت اعرف انها موجودة كمخطوطات ولكن انا ما بعرف شرحها بالعربي لما انحطت رسائل وبشرحها بالعربي الفضل برجع لله عز وجل اللي ارشدني على الجماعة هدولا هم اللي فتحوها وخلوني انا اطلع عليها ابو معشر ورسائل وبرضو انا من خلالهم انا عرفت عن بعض الاشياء طبعا في اشياء مدسوسة على ابو معشر في اشياء ابو معشر نفسه غلط فيها مش ابو معشر ما بحكي قرآن يعني مش قرآن هذا اللي بين ايدي يعني نزل انه ما بغلط وهو غلط وبطليموس غلط وانا غلطت وكل الدنيا بتغلط هي الاساس بالعلم هذا انك انت تتدارك الغلط لا تصل لمرحلة انت تحط قواعد ثابتة للموضوع قواعد انت تعطي فيها نتائج صحيحة للناس تعطي تحليل صحيح للناس تعطي ارشادات صحيحة للناس تعطي حساب دقيق للناس الناس تستفيد منه مش مجرد فرد عضلات واني انا هطلعك تطلع معي لايف معلش تطلع معي لايف بس عشان هيك الدعاية والسوشيل ميديا وعشان الناس تيجي وكل واحد انا افضح خارطه احط خارطه طب ما اللي بفهم بالفلك مجرد ما شاف خارطة اي واحد طلع لايف وانحطت الخارطة طب ما عرف نقاط ضعف ونقاط قوته وايش اللي عنده صح وايش اللي عنده غلط وايش مسرح حياة البني ادم انت كشفت اسراره لما حطيت خارطه على اللايف يعني يعني بمعنى اخر في قصص كثيرة في مواضيع كثيرة ان شاء الله انه بس هيك البال يروق الصحة تتحسن شوي النفسية تتحسن شوي اقدر استوعب انا ايش اللي قاعد بصير حوالي يعني هذا الهجوم الممنهج احدد اطرافه بالضبط انا علمية يعني تقريبا محدد الاطراف مين بس انا ما بحب اتهم بدون دليل يعني بدون الدليل القاطع على هدول الاشخاص ما رح اهاجم يعني ما رح اذكر اشخاص ولكن بس يكون الدليل موجود رح اعمليلكو فيديو وحطلكو الدليل عشان انتو تشوفوه بعينكو يعني مش اني انا بدي اتبلى او اخمن او بدي اعمل حالي شعبية علشان اني والله في ناس اني انا يعني شوي مشهور صارت الناس داجمني انا اللي بعرف وبتابعني من البداية انا ما بهتم لاي مخلوق ولا لاي بني ادم مين ما كان يكون كل واحد عنده عقل فراسه بيجتهد بيلاقي العلم ولكن انا ضد اي شيطان يستغل الناس ويستغل لقمة الناس ويستغل جيبة الناس حتى لما انا اجيد قلت انا بطلع مجاني حتى اجوا هاجموني على الاعلانات الاعلانات اللي انا بحطها على الحلقات يعني اه انت مجاني وحاط ما انت هيك داخل تترزق يعني هيك حاط اعلانات انت بيجيك اعلانات ما هو لانه الناس ما بتعرف شو اليوتيوب بتعرفش قديش دخل اليوتيوب بتعرفش قديش بتحقق من اليوتيوب خصوصا لواحد زي حلاتي يعني فبعرف انه يعني بيقول لك واو مليا سعيد من ورا الاعلانات معهم مش خبر انه الاعلانات هاي يا دوب ما اجار المكان اللي بسجل فيه او المايك او كرت الصوت او الجهاز اللي انا بشتغل عليه بطلعش تكاليف الاشي اللي بطلع من الحلقة فعشان هيك يعني كل اشي الوقتو بديش اوجع راسكو بس حبيت اني افضفض انا هيك واتكلم شوي اعذروني يمكن لا انكم بتعزوا علي ويمكن بعدها بركوا عائلة وكل يوم بفضفض معكو كل يوم بتكلم معكو كل يوم هاد فحاسس انه انتو اقرب الناس لالي بالحوار فحبيت اني اطلع شوي من اللي عندي فيه اشخاص ممكن ما يهتموش لهذا الموضوع فيه اشخاص ممكن يهاجموا على الكلام اللي انا حكيته فيه ناس ممكن ما تهتمش للكلام هاد ولكن يعني هي نوع من الفضفضاء اعتبروا حالكو ما سمعتوها وبرضو نفس الشي اه انا عمري ما طلبت انه لا تعملوا كومنت ولا لايك ولا اشتراك ولا كل الكلام هاد اه هذا الاشي انتو وارجعلكو انتو حبيت تحطوا حطوا حبيتوا تكبسوا لايك اكبسوا حبيتوا تسبوا علي ما عنديش اي مشكلة انزل سب علي بس سب علي واكتب ليش واكتب تفسيرك العلمي ليش مش انه بس مجرد انك خشيت تسبيت علي لانه بلاش احضرك فعشان انت اذا سبيت علي وشرحت لي ليش وبطريقة علمية مقنعة عشان الناس يعني تفهم انك ليش سبيت لانك بتفهم اكثر او عندك علم او عندك فكرة او عندك موضوع معين شوفتني انا كذاب في نقطة غلطان في نقطة ما عندي مشكلة سب بس انك بدك تسب لمجرد دك تسب لا بدي امسح في كرامتك الارض فخلينا نروح على التوقعات بكفي رغي اعتقد انه وجعت راسكو وطبعا للي سمعوا وكملوا سماع المقدمة اكيد في ناس كثير نقطة وقالت لك احنا نقصنا وجه راسنا نسمع بورجنا وخلص طبعا توقعاتنا اليوم اليوم الخميس 24 9 القمر موجود في منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 و 16 دقيقة مساء منتصف ليل 23 على 24 9 لينتقل بعدها الى منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية وبيمكث فيها حتى تمام الساعة 10 و 25 دقيقة مساء منتصف ليل 23 على 24 طبعا احنا الان في فترة خلو مسار اللي هي فترة بث الحلقة اللي هي مساء يوم 23 لاني انا ببث في مساء 23 فعشان هيك احنا في موعدها الان في فترة خلو مسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 11 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني انه هاي الفترة فترة سلبية لا يصلح فيها البدء باي خطوة جديدة وهاي بتشمل كل الموليد الساعة 11 و 15 دقيقة بتوقيت جرينيتش القمر بصير استقرب في الجدي وبصير هاي الفترة يعني منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر موسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة و 55 دقيقة فجرا ويخلق هذا الاتصال لدينا حالة سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية بين عطارد والمريخ رح تكون في تمام ساعة 8 و 52 دقيقة صباحا بسود شعور بضيق الصدر فما بنتقبل النقد وممكن نثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا او بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا بنكون ارد تفعل بكشف عيوبه واخطاءه يعني زي ما انتو شايفين ما شاء الله يعني لحالة اول ما شفت الزاوية قبل ما انا احكي لكوا عن الزاوية انا بلشت اههههههههه ايهيهة ايه بتنطبق عليه يعني والله ما هي مقصود المقدمة اني انا عشان ااكدها مع الزاوية والله اللي اتكلمته في البداية قبل ما اشوف الزاوية وهي لما شفتها يعني قلت لكم انه كأنه هذا الاشي يعني تأثيرات من عطارد والمريخ وهي سبب الكلام اللي انا حكيته طبعا بالفترة هاي دوليا هذا الامر يعني شوي بعمل اشي العلاقة بالسياسة بالصحافة برجال الاعلام بالندوات بالمؤتمرات ممكن يصير شوية تعنيف وعدوان وربما سجن لأحد الصحافي مثلا او صحفيين بالفترة هاي وكون مشهور ممكن وسائل الاعلام توجه نوع من انواع الانتقادات لردي الاوضاع الصحية او قطاع الصناعة او بتشهد اضطرابات واحتجاجات للاطباء او الممرضين او الايد العاملة ممكن شوية انتقادات على المجالات الرياضية والمطالبة باهتمام او ادرج يعني شغلات الى علاقة بالرياضة بالاعلام بالصحافة بالتصريحات شوي عليها علامات استفهام وصير مشاكل فيها خلال الفترة القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس راح تكون في تمام الساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة لخلو المسار القادم راح يكون يوم ستة وعشرين تسعة راح يكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وسبع دقائق صباحا لينتقل بعديها للدلو طبعا عمر القمر القمر الآن المربع سبع ايام راح يكون في تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بصير ثمان ايام نسبة الاضاءة طبعا خمسين في المية لانه القمر شكل زاوية التربيع يعني منتصف بدر صار القمر عندنا لهو الربع الاول اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة المزاج سعيد بنسبة عشرين في المية القمر في الجدي حتى يوم ستة وعشرين تسعة المزاج سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة المزاج منتحس بنسبة اربعين في المية الزهرة في الاسد حتى يوم اثنين عشرة المزاج سعيد بنسبة اربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة 40% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج مبدأه المنتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس طبعا زي ما حكينا انه الزاوية اللي بتتشكل ما بين المريخ ما بين بلوتو ما بين زحل بلشت تتشكل من ايام فعشان هيك تأثيرات او الاحداث العنيفة او شيء الاعلاقة بالعنف او التهديدات او طبول حرب او وعيد او اشياء بتدل على يعني حقبة فيها نوع من انواع المشاحنات والها علاقة بالاغتيالات والتفجيرات العمل الارهابي الدم يعني الها علاقة بالزاوية هاي وتشكيلاتها طبعا ما بلشت هي ذروتها ولكن كل يوم بصير حديتها اكثر طبعا ما بتوجب الا الحذر من بعض القرارات الصعبة انه ما تعصوا ما تزعلوا في الايام هاي ما تغضبوا كثير ما تحطوا في قلبكو كثير وفي نفس اللحظة حاولوا انكو ما تدخلوا بمواجهات او صدمات حادي ما بينكو بين الافراد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الآن اتحرك القمر صار في البيت العاشر للحمل فعشان هيك شوي الامور بتركز على العلاقات العامة علاقتك بالمسؤولين مكان العمل شوي فيها نوع من انواع التوتر او الغضب او العصبية او الحدية بتكون عندك خلال هذا النهار حاول انك تضبط عصابك قدر الامكان حاول ما تدخل باي خصام او جدال او حدية بالتعامل برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات ممكن اليوم تنشط بامور الها علاقة بتطوير مسائل الها علاقة بالعمل او علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن اشياء الها علاقة بمعالجة مسألة الها علاقة بالشراكة او حوار او شريك مال او مع الازواج كحوار او كمعالجة مشكلة مثلا كانت خلال الفترة الماضية يعني الامور العاطفية شوي جياشة ممكن تستذكر اليوم بعض الاشياء لا اشخاص رحلوا لا علاقة قديمة يعني علاقة مع احد الاشخاص شوي يعني ابعد عنك او انتهت العلاقة خلاف ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين اليوم يعني هاي تستذكرها او عواطفك تصير باتجاههم اكثر اهم اشي انه تنتبه من المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ طبعا تتركز جهودكم اليوم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي او حتى لو اشتدت الضغوط حاول انك تبرر عن عملك واذهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة انت وطباعك طبعا افكارك مشتة العصبية نتيجة الغضب والاضطراب ممكن تظهر بعض الاحداث اللي الها علاقة بمصاريف الزيادة تيجي الها علاقة اما بالبيت او الها علاقة بالصحة ممكن خلاف او نقاش او حدث عائلي او منزلي شوي خيم على الساحة فيلفت انتباهك خلال هذا النهار على المستوى الصحي ممكن شوي تشعر بعدم الارتياح او تشعر ببعض التواعكات الصحية حاول انك ما تفرض حالك على احبائك بالفترة هاي ابعد عن القرارات الحاسمة والحدية بالطباع مهما كانت الامور اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول انك تدرس وتستعد بشكل جيد وحاول يعني انك ما تفرض رأيك بشكل عنيف جدا على الاشخاص اللي بتعرفهم برج الثور طبعا اليوم انتو مشحونين بطاقة عالي جدا طاقة هاي بتمنحك القدرة على التنقل على الحوار على الاتصالات على الدراسة على الامتحانات على المقابلات على اوراق القانونية على المسائل العاطفية على الحب يعني على كل الامور تقريبا المهمة بيكون في نوع من انواع القوة او نوع من التوجه ولكن اهم نقاط بدك تنتبهولها اللي هي الامور اللي لها علاقة بالفلوس شوي يعني في المصاريف راح تكون فيها اما زيادة او عندك مصاريف زيادة او تراكم بعض المصاريف بدك تهتم فيها بشكل جيد حافظ على تقلبات المزاج ما تلتهي بالقشور او بالامور الثانوية حاول انك تركز بشكل جيد على كل الامور وبطريقها عقلانية حاول تكون واضح اثناء طرحك للافكار يعني ما تكون يعني تحاور في اكثر من مجاله ما توصلش الفكرة عشان ما تنفهم خطأ بدك يكون عندك وضوح العمل اليوم راح يتركز عليه ببعض النقاط اللي لها علاقة اما بخلاف او جدال او ممكن اهتمام بمسألة بتتعلق بالعمل او عمل مهم اهم ايش انك تراعي امورك الصحية ان شعرت ببعض الضغط او بعض التعب او يعني شعور شوي بتطلب منك مراجعة الطبيب حاول تنتهبه برضو لعلاقاتك واتطدها بشكل قوي اجتماعي اليوم الاغلب راح تنشطوا في امور الها علاقة بالاتصالات البعيدة او امور الها علاقة بالسفر او ممكن تزداد رغبتك بالتقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل برج الجوزاء يعني القمر اتحرك من المقابل الان صار في البيت الثامن فعشان هيك اليوم الاهتمام راح يكون له علاقة بالوضع المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او بعض الامور المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي مستردات تبات مشروع قرض تركة ميراث يعني من اي مجال ممكن انك تحصل على فلوس ولكن بدك تنتبه من المصاريف اه برضو راح تهتم اليوم بمسائل الها علاقة اه بالعاطفة بشكل اكبر ممكن حوار ممكن نقاش ممكن جدال ممكن سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاحباء ممكن تبرر عن مواقف معينة او ضرف معين شو السبب اللي خلالك تتصرف يعني بشيء مثلا معاكس لطريقة تفكير الحبيب اه ممكن اه الخلاف يصير جدال او نقاش ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين راح تنشط اليوم بالحركة بالاتصالات وعندك قدرة عالية حتى على الاقناع ولكن دك تضبط عصبيتك راح تنشط بمسائل اللي لها علاقة بالاصدقاء او زملائك بالعمل او شيء له علاقة بعمل جديد اه تقريبا حتى على مستوى اه الصحة متقلب يعني ممكن تيجي اشياء بشكل مفاجئ ولكن الاهم انه اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من مصدر الشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم وعبر عن ارائك بجراءة وثقاء وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان طبعا الان القمر صار مقابلك تماما في الجدي وهذا الاشي يعني شوي بعطيك اشي جيد لامور الشراكة امور العاطفة امورك مع الزوج او مع الزوجة بيخلي في عندك شوية نشاط في بعض المسائل بالاتصالات بتكثر عندك الاتصالات ولكن المشكلة انه طاقتك ضعيفة يعني في عندك نوع من انواع الكسل او هيك الشعور بالاحباط او ممكن ضغط عصبي او توتر يعني شوي الامور الصحية بدك تركز عليها خلال هذا اليوم ابتعد عن اي خلاف مهما كان على اساس انه اليوم انت وضعك اضعف وخصمك دائما بيكون اقوى في هاي المرحلة انتبه للامور المالية لانه اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي بشكل مفاجئ او بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم انتبه لسمعتك حاول انك ما تخالف القوانين ما تجازف وما تغامر وما تدخل باشياء مشبوهة على نطاق البيت برضو حاول انه ما تدخل بخلافات او جدلات او نقاشات حدي ما بينك وبين افراد العائلة يعني حاول انك تأدي واجباتك بشكل كامل متكامل لانه هدولا نقاط الضعف نقاط القوى عندك هي امور الها علاقة العاطفة بتشتغل دور كبير اتصالات البعيدة ممتازة التواصل مع المجتمع برضو ممتاز وبيدعمك بقوة الامتحانات والدراسة برضو جيدة بتعزز نقاط قوى عندك والعام كامل عليك اليوم رح ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضاغطة نسبيا والمسئوليات كبيرة اهمش انك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الاسد طبعا القمر الان تحرك من البيت الخامس للبيت السادس فعشان هيك اليوم التركيز رح يكون على امور اه الها علاقة بالمال الها علاقة بصحة الها علاقة بديون او مستلزمات او اشياء خاصة البيت علاقاتك بافراد العائلة اه اشياء الها علاقة بزملائك بالعمل تتركز عليهم برضو بشكل واضح امور صحية رح تكون ظاهر على الساحة بشكل صعب فعشان هيك داك تنتبه لصحتكم اه امور الها علاقة بالسمعة برضو والاعداء المتخفين هدول اكثر اشي اليوم رح تهتم فيه او رح ينصب اهتمامك على معالجته او الاهتمام فيه او رح يكون عنصر اساسي عندك اهم اشي انك ما تبالغ في امور يعني ممكن انها تنحسب عليك يعني هاي الاجواء المحيطة ككل اليوم رح تركز عليها اه على المستوى الاتصالات والامتحانات والتنقلات ما رح تكون بالشكل الوافي ممكن اغلب موليد برج الاسد رح يخففوا من اتصالاتهم او تحركاتهم بهذا اليوم اهم شي اذا كان عندهم امتحانات او مقابلات بدهم يدرسوا يستعدوا بشكل جيد اذا عندهم تنقلات بالسيارات بدهم يضبطوا اعصابهم ما في داعي للتهور اثناء الحركة اثناء التنقلات اثناء الاتصالات اثناء تعاملكم مع الاحبة برضو بدكم تضبطوا اعصابكم ما في داعي للمراهنة على الحضوض في هذا اليوم طبعا اليوم الغالب عليه رح يتراكم عندكم العمل رغم انه انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه اهم مش انكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة اهم مش انك تكون اكتر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او امور رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء وممكن يكون عندك شيء له علاقة بعمل جديد او تهتم بمسائل الها علاقة بالعمل برج العذراء طبعا اليوم الاجواء ممتازة جدا القمر صار في البيت الخامس وبما انه في البيت الخامس هو بيت قوي جدا يعني داعم للك بقوة وفي نفس اللحظة بعطيك طاقات ايجابية عالية جدا عشان هيك حاول انك تستثمر اليوم بكل شيء بتطلب منك حركة نشاط اتصالات ترويج لشيء معين حتى على مستوى الحب على مستوى المقابلات الامتحانات التنقلات السيارات كلها هاي اجواء جيدة وداعملة اليك بقوة خلال هذا النهار الامور اللي بدك تحذر منها اوليش بدك تحذر من العصبية من التسرع بدك تحذر من الامور المالية وتقلباتها والضغط المالي اللي ممكن انك تعاني منه او تظهر بعض المصاريف اللي شوية تكون محبطة او قلق على وضع مالي معين شوية الامور الصحية بدها نوع من انواع الاهتمام وبرضو حاول انك تنتبه من بعض النصابين او المحتالين او الكذابين اللي ممكن انهم يحاولوا انهم يستدرجوك بالفترة هاي او ينصبوا عليك او يحتالوا عليك او امور الها علاقة باستغلالك في مسائل معينة يعني بدك تكون حذر خلي تركيزك على الاشياء الايجابية اللي هي بتدعمك على مستوى العاطفي على مستوى علاقاتك مع الاجانب على مستوى اتصالاتك زي ما ذكرنا في البداية فالغالب اليوم بمختصر وتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لنشاط فني او ممارسة هواية معينة اي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة او على موقف اخير يعني تحاول تتراجع او تحاول ترتيب الامور من اول وجديد هاي فترة بناءة وايجابية فحاول تستغلها قدر الامكان برج الميزان اليوم طبعا القمر تحرك صار في بيتك الرابع يعني تربيع مع برجك وهذا الاشي شوي بسبب نوع من انواع الارباكات اللي ممكن تيجي على امور لها علاقة بالتنقلات او بالاتصالات ممكن يجيك اتصال مزعج او خبر شوي هيك ينكد عليك خلال هذا اليوم ممكن موقف عاطفي حد يصير ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الزوج او احد الابناء او احد الوالدين فعشان هيك شوي بدك تضبط اعصابك اليوم تحكم تسرعاتك تقلبات مزاجك الحساسية العالية اللي بتكون موجودة عندك لانه شوي اليوم بكون التقلبات هاي كلها ضاغطة عليك بشكل سلبي اما بالنسبة للاشياء الاجابية عشان ما نكون ضاغطين زيادة بره عليك بكفيك اللي انت فيه كمانا كمل عليك انا ما بتزبط اليوم رح يصير فيه اشياء لها علاقة بالمكاسب المالية ممكن انه اليوم يعني تحصل على مكسب مالي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او حتى من اشياء الها علاقة بالقضايا قضايا مالية او حلول لبعض المسائل اللي الها علاقة بالشراكة او مال شركة او مال تركة او من عمل معين او تكريم للك على شيء معين يعني الاجواء كلها ملخصة بتهتم في مسائل الها علاقة بالعمل الها علاقة بالبيت الها علاقة بزملائك بالعمل الها علاقات بالعلاقات الاجتماعية فبرضو منكم اليوم ممكن يتوجه له دعوي لحضور حفلي او مناسبة او يسعد بلقاء الاصدقاء ولكن السما العامي اللي راح تكون ظاهر اكثر اشي عليك خلال هذا اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدو مضطرب مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء يعني اليوم راح يكون عندك بعض الاعمال والانشغالات اللي اللي لها علاقة بالمنزل او بالعلي برج العقرب اليوم طبعا مميز بما انه القمر راح ينتقل على الجدي فمعناته اليوم حيوية ونشاط دمث سرعة البديهة عندك قوية قدرتك على الاقناع عالي اتصالاتك ما راح تهدأ راح يكون عندك نشاط عالي اما بالحركة او بالاتصالات او بالتواصل او حتى بامور الها علاقة حتى يا بالسيارات يا بالاجهزة الالكترونية في منكو راح ينشط باتصالات بعيدة او سفر او امور الها علاقة بالامتحانات الجامعية او الامتحانات المدرسية يعني الاجواء تقريبا تعطي نشاط عالي جدا في هاي الامور ولكن اللي بدك تحذر منه لانه ما بزبط تعطيك ايجابيات بدون ما انبهك من بعض الاشياء اللي ممكن انه يعني نعمل فارق فيها اول اشي بدك تنتبه على المستوى المالي من بعض المصاريف او الفلوس او الدفعات او الالتزامات او البدخ او يعني قلق من وضع مالي معين هو اللي ممكن انه يسيطر عليك ممكن مصاريف بيتية او عائلية او مشتريات ولكن انا بقصده الاشياء الكماليات اللي انت مش بحاجتها هي اللي هاي حاول انك تضبط اعصابك فيها انتبه لعملك حاول ما تدخل باي خصام او جدال مع زملائك او رؤسائك بالعمل انتبه لأعمالك اللي انت بتنجزها بشكل جيد اذا كان عندك قضية مالية تحديدا حاول انك تهتم فيها وما تهملها وما تجازف وما تغامر وما تدخل باشياء مشبوهة اه ممكن اليوم ينطرح عليك عمل جديد او تبدأ بعمل جديد الفترة هاي مناسبة للعمل ومناسبة للعلاقات الاجتماعية بشكل قوي ولكن هذا اليوم تحديدا مع كل هذا اللي احنا ذكرناه رح يتركز كله على الاتصالات على التنقلات اه فترة مناسبة للامتحانات زي ما حكينا لاجراء المقابلات بتتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة او عمل جديد مشاعرك قوية وبتقدر تبرر عن مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات بقوة يعني الامور ممتازة جدا حاول تستغلها بايجابيتها وتحذر من سلبياتها برج القوس طبعا اليوم القمر صار موجود في البيت الثاني فمعناته الامور رح تتركز على الامور المالية وعلى المكاسب المالية وعلى الحلول المالية على الشراكات على الاعمال على امور الها علاقة بالتواصل مع شخصيات او مع زملاء او مع زبائن معينين يعني رح تمنحك قوة بهذا الاتجاه بشكل كبير ولكن الامر اللي رح تنتبه له هي امور الصحة امور النقاشات الحدي عندك تحذر اثناء تنقلاتك واثناء اتصالاتك مزاجك شوي في نوع من انواع العصبي رح تنشط اليوم ما بين علاقاتك وما عارفك بقوة انتبه بعلاقتك مع الحبيب يعني هاي اكثر نقطة بظل اذكرها كل يوم انتبه بعلاقتك مع الحبيب الفترة هاي ضاغطة وفيه علاقات رح تنتهي اذا ما انتهت لسه خصوصا العلاقات الضعيفة انتبهوا لبيوتكم انتبهوا لعائلتكم خلوا فيه تواصل جيد ما بينكم ما تخلوا سوء التفاهم يكبر ما بينكم ما تخلوا النزاعات او الخلافات تشتد وتحتد ما بينكم يعني خلوا فيه نوع من انواع التوازن وبرضو انتبهوا لصحتكم انتبهوا من الناس اللي بتغرر فيكم انتبهوا من الاشخاص اللي بتحاول انها توجهكم باتجاه وهم قاصدين انه يؤذوكم يعني اللي بكونوا متقمصين شخصية الصديق بتكونوا حذرين منها ولكن اليوم اجمالا فيه فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهمش انك ما تتكبر الكواكب اليوم تعمل لصالحك وبتسهل حياتك ما تسمح لأحد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي يعني هيك تقريبا انا اعطيتك كل شيء ممكن اني اعطيك من ايجابيات وسلبيات برج الجديد طبعا اليوم الاجواء احسن بكثير من الايام اللي مضت اليوم بتبدأ فترة ايجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تبدأ بشيء جديد او تدخل باشياء جديدة او تغيير او تبحث عن امر مميز خلال هذا النهار بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات والاخبار اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ وتذهلك اليوم واشياء تكون مميزة ولصالحك حاول انك تدخل التنويع لحياتك الشخصية في هاي الفترة بتحمل انفراجات وتسويه حاول تختلط بالمجتمع اذا توجهت لك دعوة لحضور حفلية او مناسبة لا تتأخر روح وبادر وزور حاول انك تطلب المساعدة من بعض الاشخاص اللي ممكن انهم يساندوك او يدعموك بالفترة هاي لانه الاجواء بحاجة لمشورات ممكن تلجأ لبعض الاشخاص اللي هم يرتبي او منصب او في مكاني معيني هم اللي يبادروا بعملية مساعدتك اما بعمل جديد او بمنصب جديد او بحل مشكلة وخصوصا يعني امور الها علاقة بالسمعة حاول انك تبعد عن اي شيء يشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين انتبه لاموالك من النصابين والمحتالين اذا كان عليك قضية مالية او امور الها علاقة بالمال انتبه لها ما تهمل شؤونك البيتية والعائلية ممكن تظهر بعض المصاريف او الظروف اللي تطلب تواجدك خلال هذا النهار وحاول تضبط عصبيتك قدر الامكان يعني هدول الامور اللي انا حبيت انبه عليهم الامور العاطفية برضو يعني اورانوس بحدث مفاجآت فانتبه من هاي المفاجآت لانه ممكن تكون ايجابية او سلبية لانه هو كوكب المفاجآت طبعا برج الدلو طبعا اليوم القمر صار موجود في بيت المتاعب يعني بيت ضاغط بقوة عليكم عشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منه حاولوا انكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفرغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الشهر بسلام بدون مشاكل بدون ما تورط حالك باشياء ممكن تكون صعبة للفترة القادمة ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر او حتى شخص يكون وعدك بشيء واليوم يخلف وعده او انه يعني يكون مأملك بشيء واليوم يعني يطلع شغل الكلام وانت عشت بس امل ووهم فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي الامور حاول تكون منطقي وواقعي اكثر انتبه اثناء تنقلاتك اثناء تحركاتك اذا كان عندك امتحان او مقابل يبدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض حاول انك ما تدخل بخلافات او صدامات خصوصا مع الاحبة تقارب ما بينك وبين شركائك ما بينك وبين الزوج او ما بينك وبين شريك المال حاول انك يعني شوي عصبيتك تضبطها لانه انفعلاتك رح تكون باوجهة رح يتركز كثير من الامور الليها علاقة باجانب واتصالات بعيدة وتواصل خارج البلاد او رغبة بالسفر او الهجرة او مواضيع الها علاقة بدراسة او دورة مثلا او لغة جديدة او ثقافة جديدة يعني رح تنشط على هاي المسألة حاول انك تركز بشكل جيد وتعرف ايش اللي انت بدك يا تحديدا بس اهم ايش انك تراقب صحتك اليوم بشكل جيد واذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك حاول انك تبعد عن ايش العلاقة بالجدالات والخصام خلال هذا النهار برج الحوت طبعا اليوم يوم النشاط يوم الحركة يوم الاقات الاجتماعية يوم الاصدقاء فاليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين ممكن تنجح بحش التأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنضم لجمعية ممكن تهتم لشؤون اقارب الشريك اهم اشي اللي بدي احذر منه انه خلال يومين هدولا حاول تنجز كل شيء مهم لانه رح القمر ينتقل ويصير موجود بالدلو يعني بيت متعبك بالفترة القادمة فعشانك رح تيجي بفترة شوي صعبة حاول انك تنجز كل الاشياء المهمة والاشياء الضرورية من اعمال ما تأجل اعمالك ما تأجل مراجعاتك ما تأجل مثلا اوراق قانونية او معاملات حاول انك تنهيها بالفترة هاي اهتم بمصاريفك اهتم بامور المال عندك يعني شوي المصاريف بدها تنصيق بدها ترتيب لسه في نوع من انواع الفوضى على الامور المالية ممكن تبدأ بالفترة هاي امور الها علاقة بعمل جديد او تواصل مع زملاء او دعم على موقف معين او شكر او ثناء على انجاز ملف او معاملة او عمل معين يعني شوي هيك يصير في نوع من انواع المديح او شغلات الها علاقة بالصحة ممكن تتحسن بشكل مفاجئ بالنسبة للك اه ممكن تحصل بعض المكاسب اللي لها علاقة بالامور المالية او حقوق لا اليك ممكن تطلع فيها نتيجة لصالحك بالفترة هاي اه انتبه اثناء تحركاتك اثناء علاقاتك ما تخلي حد يغشك انتبه على اموالك من السرقة والضياع ومن بعض المحتالين اللي ممكن بحاولوا يرمو شباكهم حواليك ويصطادوك فبدك تكون حذر ما تورط حالك باشياء انت ما بتعرفها والشيء اللي انت ما بتعرف فيه لا تنقاد وراء روح استشير اشخاص تانين وتأكد من المعلومات قبل ما تقدم عليها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء